السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم بإذن الله حل مشكلة توقف التحميل في جوجل كروم للأندرويد بحيث حينما تريد تحميل أي ملف عن طريق جوجل كروم تأتيك يعني رسالة فشل التحميل أو يتوقف التحميل معك لحل هذه المشكلة سوف تترق إلى الطريقة الأولى وهي الدخول إلى سيتينج أو إعدادات الهاتف الخاص بك ثم ذلك توجه من هنا إلى أبس بعد ذلك قم بالبحث من هنا على كروم اضغط على كروم ثم هنا قم بالضغط على موبايل داتا وهنا قم بتفعيل هذا الخيار يعني هدان الخياران يجب أن يكون مفعلا بعد ذلك قم بالخروج من هنا ثم توجه بعد ذلك إلى نوتيفيكاسيونس وتأكد يعني من تفعيل جميع هذه الخيارات ربما قد تجد هذا الخيار معطل فقم بتفعيله بسهولة على هذا الشكل وخصوصا يعني هذان الخياران عمليات التنزيل المكتملة وعمليات التنزيل النشطة المهم أن تقم بتشغيل جميعاته الإشعارات بعد ذلك قم بالخروج من هنا ثم هنا في بيرميسيونس قم بالضغط عليها وتأكد من تفعيل جميع هذه الأضونات بما في ذلك استوراج هذا مهم يعني جدا قم بتفعيله بعد ذلك قم بالخروج من هنا ثم قم بالنزول إلى الأسفل ثم اضغط على هذا الخيار بيكتر قم بتفعيل هذا الخيار بعد ذلك قم بالضغط كذلك على انستال هنا وقم بتفعيل هذه الخاصية الآن أعزائي المشاهدين لقد قمنا بتفعيل جميع الخاصيات وبعد ذلك أعزائي المشاهدين اضغط من هنا على ستور سيوجهك إلى جوجل بلاي هنا كما تشاهدون يقول لي تحديد بمعنى يعني حدث آخر نسخة لجوجل كرام إذا وجدت هنا تحديد أو أبضيت فقم بالضغط عليها وانتظر نزول آخر نسخة لمتصفح جوجل كرام لكن إذا وجدت أوبن أو فتح فأعلم أنه لديك آخر نسخة من جوجل كرام أنا سأقوم بتحديد جوجل كرام الآن جاري التحديد يعني حينما سينتهي سأعود إليكم الآن لقد انتهى من تحديد البرنامج كما تشاهدون هنا لقد ظهرت عقونة فتح أو أوبن بمعنى أنه يوجد لدي الآن آخر نسخة سأضغط على فتح من هنا ثم سأنتظر عندما يفتح البرنامج بعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ثم توجه مباشرة إلى الإعدادات أو سيتينك بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد هنا عمليات التنزيل قم بالضغط عليها هنا قم بتفعيل هذا الخيار ثم فعل هذا الخيار أيضا إذا كنت تريد والآن جرب هل تم حل المشكلة أم لا قم بتنزيل أي برنامج تريد وجرب هل تم حل المشكلة فإذا تم حل المشكلة فجيد وقم بمشاركة ذلك معنا في قسم التعليقات لكن إذا لم يتم حل المشكلة جرب تنزيل برنامج آخر أو ملف آخر وإذا تم تحميل ملف آخر دون الأول فعلم أن ذلك البرنامج الأول به مشكلة أو ربما به فيروس قد يؤثر على جهازك وبالتالي لا أنصحك بتحميله أما إذا استمرت المشكلة على عموم البرامج أو عموم الملفات فهنا إن شاء الله سنبحث عن حل آخر ونقوم بشرحه لكم كل ما عليك هو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك جميع شروحات التطبيقات الموجودة في الهاتف ولا تبخل علينا بلايك لهذا الفيديو ونراكم في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله